موسيقى أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام إلى نشرة الرياضية مفصلة نستهلها بالعلاوين كاتانتش يقرر إضافة اللعب مهنة جعاز للقائمة الأولية للمنتخب الوطني منتخبنا الشبابي يبدأ تحضيراته للاستحقاق الآسوي وبدعم كامل من وزارتي أشبابي ورياضة والتاكواندو تستغيث وتحتاج للدعم من أجل البطولات العالمية وإلى تفاصيل النشرة قرر مدرب والمنتخب العراقي كاتانتش إضافة اللعب مهنة جعاز المحترف في نادي ميالبي السويدي للقائمة الأولية لأسود الرافدين وذكرت الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة في بيان لها أن مدرب المنتخب أضاف اللاعب مهنة جعاز بعد الأداء المميز له وسبقه أن تمت دعوة اللاعب للمنتخب الأولمبي لكنه لم يشترك في المباريات الرسمية يشار إلى أن كاتانتش قد أعلن قبل أسبوعين القائمة الأولية للمنتخب الوطني تحضيرا لاستئناف التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس آسيا والمونديال يبدأ منتخبنا الشبابي لكرة القدم تحضيراته الفعلية لبطولة آسيا تحت 19 عاما والتي ستقام في أوسبكستان للفترة من الرابع عشر ولغاية الحادي وثلاثي من تشرين الأول المقبل بعد انقطاع طويل عادت الروح لمنتخبنا الشبابي الذي عودت أقدام لاعبيه دهرجة الكرة وتطبيق أفكار مدربهم قحطان شثير خلال تدريباتهم التي تحضرهم لنهائية كأس آسيا تحت 19 عاما في أوسبكستان منتصف تشرين الأول المقبل وسط حضور رسمي ودعم من وزارة الشباب والرياضة متمثلا بالوزير عدنان درجال الذي تعهد بدعم الفريق الشبابي وتذليل جميع المعوقات التي يعاني منها الفريق يحتاج لكثير اليوم مثل ما تشوف الملعب يحتاج لإدامة واليوم زيارة سيد وزير الرياضة والشباب كابتن عدنان درجال اطلع على جميع الأمور وأوعز أن نتدرب على ملعب الشعب لحين اكتمال هذا الملعب وكافة الأمور إن شاء الله هو رح يكون متابحة عدنا معسكر داخلي لأنه رح يكون عضرة جوال لمدة 9 ايام لازم نحجز الفريق بفندق ويحتاج لنا موافقات أيضا الكابتن يجرى بعض الاتصالات إن شاء الله الأمور كلها تصير سهلة يتمني من الجميع يعني من خلية الأزمة من المسؤولين من وزير الصحة من الجميع حالة منتخب العراق يحتاج لهمة ويحتاج لوقفة كبيرة لأن الفرق بدت واحد سبعة وإحنا اليوم رح نبدأ واحد ثمانية وما عاملين أي شيء حتى يظهر فريقنا مظهر جيد والجمهور الرياضة العراق لازم يطلع أن الفريق يحتاج لتدريب يحتاج لبعض المستلزمات سؤال فرض نفسه بقوة قبيل انطلاق التدريبات إن كان لاعبي الدور الممتاز والمنتخب الوطني قد تغلغل بداخلهم الملل وهبوط مستوى الحالة النفسية جراء التوقف فكيف هو الحال بلاعبي منتخبنا الشبابي الذين على الرغم من قلة خبرتهم وما عانوه خلال المدة الماضية إلا أنهم أكدوا عزمهم على تحقيق أفضل النتائج في النهائيات الآسيوية المقبلة حتى وإن اصطاد مليوث الرافدين بمجموعة نارية تضم اليابان وكوريا الجنوبية والبحرين توقف هذا يعني مو من جانبنا أبد لأن المتخبات البقية بادين قبل شهر يعني من هسه وإحنا نسأل هاليومين يعني بدينا هاليومين هاي وإن شاء الله نقدر 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 منافسها إن شاء الله تم ثم نتعرف نحن نلاعبين شباب فنتأثر شيء أكيد خاصة للحال النفسية يعني أنه يعني توقف أربعة شهر يعني نحن نستعد أنه بهذه المعسكرات أن نستفاد من يمه إن شاء الله تحدي جديد لشباب العراق بدأوا التحضير له لكن الخبر الأهم والمفرح هو عودة الحياة تدريجيا للكرة العراقية اليوم بدأها منتخبنا الشبابي وغدا الوطني ومن بعده الناشئين حتى تعود كرتنا لسابق عهدها أرشد العطار العراقية الرياضية وفي سياق ذاته زارة وزير وشبابي والرياضة عدن درجال منتخب الشباب وحتهم على بدل المزيد من الجهد وتقديم الأفضل كونهم مستقبل الكرة العراقية ووجه درجال بتدليل جميع العقبات لإعداد منتخبنا الشبابي مؤكدا دعم الوزارة لهذا الفريق الواعد كما أوعز بنقل تدريبات المنتخب الشبابي من ملعب المرحوم علي حسين شهاب إلى ملعب الشعب الدولي لإتمام استعدادات المعسكر الداخلي للفريق وتلبية احتياجاته من حيث السكن والنقل فضلا عن دعم الفريق بمعسكر خارجي في دولة قطر تواصل وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة الصحة الفحوصات الطبية للاعبية الأندية والاتحادات الرياضية للقضاء على جائحة كورونا من أجل معاودة النشاطات الرياضية وعجلت الأنشطة الرياضية عاجزة عن التحرك بسبب وباء كورونا الذي أثر سلبا على جميع مفاصل الحياة لكن لا بد أن تسترجع قواها وتعود مرة أخرى تنبض من جديد بعقامة المسابقات وبمختلف الفعاليات لكن ضمن الشروط الصحية التي تحدد لها من قبل خلية الأزمة لضمان سلامة العائلة الرياضية برمتها جائحة كورونا انتشرت انتشار طبيعي في العالم كله والعراق جزء من هذا العالم بادت وزارة الشباب والرياضة عدة مبادرات أولا هنا كان تسليم القاعة إلى وزارة الصحة لغرض انشاء مركز حجر صحي للرياضيين واليوم رأت الوزارة انه تقوم بحد الممارسات من أجل اطلاق الانشطة الرياضية بالاتحادات والأندية شباب متعاونين ويانة ونحن أهم شيء نطلب منهم تباعد اجتماعي لبس الكمامات يعني زين الأمور زينة وزارة الشباب والرياضة وبعد الدراسات العديدة مع وزارة الصحة أخذت على عاتقها إجراء فحوصات لعدد من لاعبية الاتحادات الرياضية والأندية بهدف الكشف المبكر للإصابات للحد منه من أجل عودة المنافسات الرياضية كافة كما كانت في السابق قطع الرصافة مستمر بأخذ المسحات للكوادر الرياضية مستمرين نحن الحمد لله والشكر لناخذ المسحات بصورة دورية المسحات مثل ما عدتكم فكرة عنها هي ناخذ مسحات من البلعوم والأنف لغرض تشخيص فيروس كورونا فالشي جيد حتى نعرف مدها قابلية اللاعبين ومدها الإصابة لا ساموح الله ذا موجودة باللاعبين أما موجودة لأن خلية الأزمة لحدها ما مطيه أمر بداية التدريبات كالشي عام وزارة الشباب اتخذت فالتتابير جيدة الشي العام بدون نعرفه بين نحن نقول احتمال نشاطات الرياضية ترجع بعد العيد أنا أرى خطوة إيجابية تعرف أنها شروط السلامة قبل أن تبدأ التدريبات أو الدور يبدأ يجب أن تكون فحوصات مثل ما شفت مع اسكر مان ناد الشرطة اللغة بسبب هذه الأمور أو المشاكل للفحوصات لذلك أعتقد هي خطوة جيدة من قبل الوزير وزير الشباب أيضا بالتعاون مع وزارة الصحة الفحوصات المستمرة للعبين وبنطاق واسع يساعد على إخماد جائحة كورونا التي لا بد أن تنحسر لإيقاظ شمعة المسابقات لكن هذا لا يأتي إلا عن طريق الالتزام الصحي هذه الفحوصات لها أهمية بالغة في إذابة الجبل الجليدي عن الأنشطة الرياضية المتوقفة منذ أشهر من أجل أن تعود وبقوة إلى الساحة الرياضية ضمن الشروط الصحية لتسير بقارب الأمان ضمن مسارها المخطط من قاعة الشعب زيد غالب العراقية الرياضية بغداد أكد حارس مرمى نادي القوة الجوية والمنتخب الوطني فهي طالب بأن عودته للفريق كعائد لبيته ويسعى لتقديم مستويات جيدة مع الصقور والمنتخب الوطني مثل ما تعرف الطيار في الجميع نادي القوة الجوية صح فضل علي يعني هو اللي نادي القوة الجوية طبعاً اللي طلع عن المتخبات الوطنية خلان أنه أنتقل بغيران دي حق النادي عليه نادي القوة الجوية والحمد لله رب العالمين صار اتفاق ورجعت للنادي ولكن الحمد لله إن شاء الله هذه السنة رح نسعى إن شاء الله نحقق شيء نظبيه جمهوره لدالة لكادر التدريب إن شاء الله تمثلت الزورة الغريب التقليدي البعض يعني من الجمهور يستشكل على هذا الموضوع لكن بشكل عام تمكن لعاعبين محترفين ما هي رسالتكم خصوصاً بهذا الموسم أكل لعاعبين طلعوا من القوة الجوية إلى الزورة هو يعني بالتالي أنه الاندية كلها عراقية وإحنا مثلنا العراق الحمد لله رب العالمين ونادي الزورة ولا نادي القوة الجوية ولا نادي الشرطة ولا نادي الطلبة كل هندي عراقية وإن شاء الله إحنا كنا بيناتنا أنه مصافين ماكو أي شيء بيناتنا بين الجماهير والشغلات مو شغلات احتراف بس هي صارت أنه بعد بالموسم الفات صارت أنه بعد القسمة صارت بنادي الزورة والحمد لله مثلتهم خير تمثيل وقدرت اللي أقدر أسوي عليه الحمد لله رب العالمين وخلاص عقدي ورجعت النادينا لقوة الجوية أو تكل المتخب الوطني أكيد فرحان بالمنتخب الوطني كلها تفرح أنه بالمنتخب الوطني أي لاعب يمثل المتخب الوطني هذا شرف إليه مثل العراق وإن شاء الله المثل خير تمثيل يا رب علينا الآن تدريباتكم أونلاين وتبقوها على أرض الواقع أي تدريباتنا ملتزمين بيها ونوصلها الكابتن الرحيم وكابتن الرحيم يوصلها الكابتن كاتنيتش والمساعدين وماشينا على هذا المنهاج انتهت رحلة أحمد دحام مع نفط ميسان بالتراضي فبعد الجلسة التي عقدت بين إدارة نادي نفط ميسان والمدرب أحمد دحام قررت طرفا عدم تجديد عقدي تدريب الفريق الكروي للموسمي المقبل ما ردت أنه يكون العقبة أو الحجر اللي ممكن لأنه أكو يعني ما رد أتكلم أنه أقول بعض الأشخاص يعني يريد يعني مثلا يسوي مشاكل لأنه أحمد دحام وجود فأني والهيئة الإدارية أنه بالتراضي بالتراضي وضحينا هم ضحوا فهذا الشيء ممكن أنا أضحي من أجل هذا النادي من أجل إدارتي من أجل جمهوري اللي جمهوري يعني مو كل جمهوري يحبك أجل جمهوري محبين لك أنه أقدم شكري وتقديري لأهل ميسان الناس اللي سنده وإحمد دحام اللي وقفوه وإحمد دحام بالخسارة قبل الفوز اللي شاله وإحمد دحام يومنا أيام بالإنجازات اللي حققها كإدارة كمشرف فريق كمدربين مساعدين مدربين كلاعبين كإداريين يعني كنا خلية وحدة كما تعقدت إدارة الميناء مع لاعب خط الوسط عبدالعباس أياد لتدائم صفوف السفانة قادما من نادي نفط بعد جهود حثيثة من قبل اللجنة الفنية تكللت بحسب صفقة لاعب المنتخب الوطني على الرغب من تلقيه العديد من العروض المحلية تعقدت الهيئة الإدارية لإدارة الصناعات الكهربائية مع الحارس صجر عجيل قادما من فريق أمانة بغداد لتمثيل الفريق في الموسم المقبل وقال رئيس الهيئة الإدارية للصناعات الكهربائية علي خلفة إن الإدارة نجحت في التعاقد مع حارس أمانة بغداد السابق صجر عجيل وأضاف أن الصجر يعد إضافة قوية لما يمتلك من خبرة رائعة بعد تمثيله لعدد كبير من الأندية المحلية أعلن نادي نفط الوسط تجديد عقد حارس مرمى فريقه والمنتخب الأولمبي مصطفى زهير قد قوى قال عضو الهيئة الإدارية لنادي فراس بحر العلوم إن إدارة نفط الوسط تسعى للحفاظ على اللاعبين المهمين في الفريق وأضاف أن الإدارة جددت عقد حارس المنتخب الأولمبي مصطفى زهير لتبثيل الفريق في الموسم المقبل تجدر الإشارة إلى أن أندية الدورية الممتاز تواصل تدعيم صفوفها استعدادا للموسم المقبل نشعر نشعر تاكواندو هيمان مهدي وزير الشباب والرياض للاهتمام ودعم لعبة تاكواندو لحصد الميداليات في البطولات الآسيوية والعالمية السيد الوزير والله أريد الاهتمال لعبة تاكواندو أحنا أبطال تاكواندو وإنجازات نريد الدعم المعنوي ومادي حتى نتطور لهذا اللعبة وهذا الفقرة مال هنمد السفر كيف كانت تكلفك؟ والله بس طيارة تقريبا 18 ورقة بس طيارة بدون مثلا المصارف داخل الدولة وقبل البطولة تقريبا 50 ورقة كل بطولة 50 أو 40 ورقة هذا قليل والله هذه البطولات نشارك كل على حسابي ستشارك البطولات والدورات الدولية نريد لهذا الرياضة نستطيع شارك البطولات عالمية ونحصل المداليات الذهبية حتى نقدر شارك من غير البطولات أكبر من هذا النشر مستمرة وتتابعون فيها